اشتركوا في القناة إذا كان التعليل من الرخصة أو في الرخصة بالإفطار للمسافر هل هي السفر أم المشقة المترتبة عن السفر فمنهم من قال بأن العلة في الإفطار أو في الرخصة بالإفطار هو المشقة إذا ارتفعت المشقة وزالت المشقة ارتفعت الرخصة وجب على الإنسان الإمساك والقائلون بأن الآية لم تذكر المشقة الآية قالت فمن كان منكم مريضا أو على سفر على الإطلاق بدون تحديد هل هناك وسيلة سفر مريحة وسيلة سفر طائرة قطار سيارة باخرة إلى آخر كل هذا ليس معناه أن الله تعالى لم يكن يعلم ما سيكون في المستقبل ويخلق ما لا تعلمون معنى ذلك كان يعلم ومازال يعلم وسيبقى يعلم كل شيء ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكون ولو كان كيف يكون إن الله تعالى علمه شامل ولذلك لما لم يذكر علة الإفطار غير السفر فذهب جمهور العلماء على أن المسافر يكفي أن يكون مسافرا فيتمتع بتلك الرخصة لكن بشرط أن يكون السفر مسافة القصري يعني من 81 كيلو فما فوق بغض النظر عن كونه يسافر بالسيارة أو بالطائرة أو بالباخرة إلى آخر فإذا ما دام قد أنشأ السفر وبدأ فيه له أن يتمتع بالرخصة ويفتر وله أن يتم الصيام وصيامه صحيح رب يتقبل إن شاء الله وهو لي ذلك القادر عليه وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة